صحفي ومسؤول محلي آخر يعودان من معتقلات تنظيم القاعدة في المكلة السلطة الرئيسية الآن في المحافظة أو من تسير شؤون الحياة تحت سطوتها القاهرة من يستعلى مصرف يمكن له أيضا في قوانين هذا التنظيم أن يقدم على تنفيذ أحكام الإعدام يستدعي من يريد ويدعو من يشاء الزميل عبدالله ناصر السيلي الذي أودعته عناصر التنظيم في سجونها لمدة شهرين كاملين والتهمة أنه صحفي ينتقدهم في كتاباته وهو ما أصرت الجماعة عليه قبل إطلاق سراحه أن لا يعود ثانية لمقترف في حق حاكمين حظر موت الجدد مدير مديرية حجر محمد باعلوي هو الآخر خضع في السجن نحو شهرين أيضا ولم يطلق سراحه إلا بعد تدهور حالته الصحية كونه يعاني من مضاعفات في صمامة القلب بحسب مصادر محلية فعادت الحادثة وكأنها مكرمة من قاتل وليست جرم ترتكبه العناصر الملثمة بأمر الأمير أطلقت القاعدة هؤلاء فقط بينما أبقت مصير اثنين من الزملاء الصحفيين مجهولين حتى اللحظة هو محمد المقري وأمير باعويضان منذ اختطافهما في شهر اكتوبر من العام الماضي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر